أهلا بكم أحبائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج عصر الأباء يتكلم موضوعنا النهاردة موضوع مهم جدا وهو سؤال وهنجاوب عنه بحسب رد القديس أساناسيوس على الأريوسيين القديس أساناسيوس هو المدافع عن الإيمان وأعتقد أننا في كل مكان موجودين فيه نحن محتاجين أن ندافع عن إيماننا المسيحي بشكل واضح جدا جدا في متى 3-13-17 حصل حوار مهم جدا بين الرب يسوع ويحن المعمدان في نهر الأردن وسؤالنا النهاردة في حلقتنا لماذا حل الروح القدس على المسيح في نهر الأردن أنتم تقولون أن المسيح هو الله وأنه هو الفادي الله الفادي الذي أتى إلى العالم وفادي البشرية فإزاي يحل عليها يروح القدس إزاي وزاي أي واحد عادي وإزاي كمان يروح ليحن ويعتمد وده أمر مهم جدا أننا نبقى فاهمين في قارنة الروحية وقارنة الكتابية ونقدر نرد على الناس اللي بيسألون هذه الأسئلة لأنه إحنا موجودين في قارنة كل الناس بتسألنا عن سبب الرجاء اللازيفين عن سبب الإيمان اللازيفين فلو إحنا ما عندناش مصطلحات نقدر نرد بيها على الناس وتفهمنا بلغتنا باللغة اللي إحنا بنتكلم بيها هيبقى فيه صعوبة كبيرة جدا أن إحنا نوصل بإيماننا للآخرين فإحنا المفروض نكون لا إنجيل مكتوم لكن مكتوم في الهالكين لكن إنجيل معلن الخبر الصار الذي يفرح قلوب الناس فدي رسالة مسحنا إحنا جايين نفرح قلبك جايين ننقلك من الظلمة إلى النور فعلشان ننقلك النقلة دي لازم يبقى عندنا الرد فخلونا نقرأ النص الكتابي مع بعض في إنجيل متى والإصاح الثالث بداية من عدد 13 حينئذ جاء يسوع من الجليل إلى الأردن إلى يحنى ليعتمد منه يعني يسوع راح ليحنى عشان يعتمد ولكن يحنى منعه قائلا أنا محتاج أن أعتمد منك وأنت تأتي إلي يحنى كان عارف أنه حمر الله الذي يرفع خطيط العالم فبيقوله أنا محتاج أن أعتمد منك وأنت تأتي إلي هكذا يليق فأجاب يسوع وقال له اسمح الآن لأنه هكذا يليق بنا أن نكمل كل بر ربي كان جاء لكي نكمل كل بر حينئذ انسمح له فلما اعتمد يسوع صعد للوقت من الماء وإذ السماوات قد انفتحت له فبيقول الوحي القدس بشكل واضح فرأى روح الله نازلا مثل حمامة وآتيا عليه وصوت من السماوات قائلا هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت النص للوهلة الأولى بنشوف فيه حوار الرب يسوع راح للأردن ليعتمد والرد بتاعه لما يحنى رفض قال له مش ممكن يعني حاشا أنه أنا لست مستحيل أن أحل يعني سيور حزائك فإزاي أنت جاي عشان أنا المفروض أعتمد منك وهو شاهد قبل كده قال أني أنا أعمد بالماء للمعمودية التوبة أما هو سيعمد بماء ونار أي نار تأتي على الجميع فتطهرهم لأنها نار دينون الإلهية عشان كده الوضع هنا بكل تأكيد لم يحتاج يسوع المعمودية بكل تأكيد لم يحتاج يسوع المعمودية لأجل أي شيء يعني المعمودية ليست لتطهير من خطياء لأنه هو بار لا يحتاج إلى التطهير ولا يحتاج إلى أنه يعني يعتمد علشان يدخل فيه بداية الحياة والشركة مع الله لأنه هو فيه شركة حقاقية النسوت واللهوت ولا يحتاج إلى المعمودية لأي شيء من الأشياء لكن خدوا بالكم من المعنى بقى اللي رد به القديس أساناسيوس جزء مهم جدا رد به فقال رد القديس أساناسيوس على الأريوسيين بخصوص هذا الموضوع قال كده الروح القدس حل عليه وقت مع مضياته في الأردن فيقول القديس أساناسيوس انظروا أيها الأريوسيين وميزوا الحقيقة هنا أيضا فالمرنم يقول حسب المرنم في المزمور أننا جميعنا شركاء الرب فلو كان اللوجس من العدم وكان هو واحدا من المخلوقات لكان هو أيضا واحد من الشركاء فماذا يجب أن يفهمه الواحد منه غير أنه آخر غير المخلوقات مختلف عن المخلوقات وأنه هو واحد كلمة الحق وهو البهاء والحكمة التي تشارك فيها جميع المخلوقات وهي تتقدس منه بالروح ولذلك فهو هنا يمسح هنا بيمسح دي بداية إعلان إرساليته ملكا فهنا بيمسح لا لكي يصير إلها لأنه كان إلها حتى قبل أن يمسح ولا لكي يصير ملكا لأنه قد هو كان هو الملك على الدوام إذ أنه سورة الله كما يقول الوحي بل أنه أي إنه مسح لأجلنا أي قد كتب من أجلنا لأنه عندما كان الملوك أيام إسرائيل يمسحون فعنئذ فقط كانوا يصيرون ملوكا حيث أنهم لم يكونوا ملوكا قبل مسحهم أما مملكة الآب هو نفسه منح الروح القدس إلا أنه يقال الآن أنه يمسح لكنه كإنسان يقال عنه أنه يمسح بالروح وذلك حتى يبني فينا نحن البشر سكن الروح وألفته تماما علشان نشرح الكلام اللي قاله القديس أساناسيوس المدافع عن الإيمان عايز أقول لكم أنه رد يسوع على يحنى هو الرد الكافي والشافي قالوا اسمح الآن لأنه ينبغي أن يكمل كل بر لازم البر لازم يكمل بمعنى إيه إنه اسمح الآن لأنه ده يجعل يسوع يتعمد لأنه كان مثالا لنا لكي يأخذ دينونة الإنسان كان لابد أن يكمل الطريق من البداية وحتى النهاية من البداية وحتى النهاية عشان كده بيعبر كتاب مؤتس مدفونين معه بالمعمودية كان لازم يكون هو الذي يبدأ هذا الطريق لأنه أتى في جسدنا أتى لبس لبسنا فعلشان لبس لبسنا لازم يأخذ المصار من بدايته حتى طريق الجلجوسة حتى الصليب حتى القيامة والنصر على الموت نهائيا عشان كده كانت المعمودية هي رمز للطريق الذي كان سيكمل فيه عشان كده ينبغي أن يكمل كل بر لازم أكمل الطريق للنهاية وده اللي كان المفروض يوفي المطالب الإلهية العادلة لقاء خطيانة يعني هو دخل في المعمودية بنفسه أي اكتاز هذا الطريق بإرادته بإرادته عشان كده الناس كتير من الأريوسين وهما يتكلمون طب هو المسيح لو عمل كده ما يبقى هو يعني زيه زي المخلوقات أو أحد المخلوقات نرد عليهم ونقول لهم حاشة المسيح صنع هذا لأنه كان يلبس ده جسدنا كان يلبس الجسد بتاعنا الفاني دوت عشان كده في أشياء يا واحد ستين يقول يقول إيه كما لأنه مسحني فهنا كان ممسوحا فدي كانت بداية إعلان الإرسلية والمسحة في نهر الأردن عشان كده تخطيصه في الماء بيمثل معمودياته في مياه دينونة الله في الجل جسد وخضوعه لموت الصليب بإرادته وصعوده من الماء يمثل قياماته عشان كده هو مات ودفن وقام بحسب قانون إيمان النقاوي قانون إيمان الرسل مات ودفن وقام وهنا لكي يوفي يعني يوفي يوفي كل بر يوفي كل المطالب الإلهية العادلة ولكي يوقر ويؤسس الأساس لبداية الشركة مع الله القدوس فالإنسان خاطئ والله قدوس إزاي يقرب الإنسان اللي منغمس في خطياء إلى القداسة الإلهية لازم يكون في بريج لازم يكون في كبري يوصل يوصل للأمر ده ولازم عدالة الله أن أجرة الخطياء الموت تتوفى فيسوع المسيح دخل بإرادته في مياه نهر الأردن عشان يعلن للجميع أنه مات معنا ومات لكي يرفعنا من الموت ودينونة الموت للأبد وده أمر مهم جدا جدا في مفهومنا عن لماذا حل الروح القدس على المسيح الحاجة الأهم بقى نزول الروح القدس كحمامة دليل على أنه المسيح الذي موسح بواسطة الروح القدس فيعني النهاردة لما تيجي تقول طب ما كان ممكن يعمل ده يعني مش لازم يعمله لأ كان لازم يتم إعلان سماوي على الأرض بشكل واقعي ففي هذا الإعلان في هذا المشهد الروح القدس الله المحي المسيح الله الفادي صوت من السماء هذا هو ابن الحبيب بهي سررت لو اسمعه في مرة تانية إذن بنشوف المشهد السماوي السلوس بأكمله وده بيرد على الفكرة اللي تتكلم عن أنه هو مجرد نبي عظيم ده يعني شخص رائع ده جه يقول تعاليم أخلاقية السماوية عشان يرتقي بالجنس البشري فقط لا ده مش كلام مظبوط هو جه علشان يقيم الجنس البشري من ضعفه ومن موته ومن جسده ويقيمه في أبدية سعيدة إلى الأبد وده الموضوع اللي الناس مش قادرة تفهمه ولازم نتكلم مع الناس فيه وندافع عن إيماننا المسيحي بشكل واضح جدا قديس أساناسيوس وقف في وجه كل الناس وبدأ يقنع الناس ويتكلم ويقول لهم يقول كده في مثلا في أشاعي 51 واحد لما بيقول مسحني لأبشر المساكين كما قال أيضا في أعمال كيف مسحه الله بالروح القدس على فم الرسول وصار في الجسد واعتمد في الأردن ونزل عليه الروح القدس في حقا يقول الرب لتلاميذه إن الروح سيأخذ مما لي في يحنى 16 يقول كده أنا أرسله أنا أرسله إليكم في يحنى عشرين يقول اقبلوا الروح القدس إلا إنه في الواقع هذا الذي يعطي للآخرين ككلمة وبهاء الآب يقال الآن أنه يتقدس وهذا من حيث أنه قد صار إنسانا والذي يتقدس هو جسده ذاته إذن فمن ذلك الجسد قد بدأنا نحن الحصول على المسحة والختم أي عربون الروح القدس مثلما يقول يحنى أنتم لكم مسحة الروح القدس في يحنى الأولى 22 والرسول يقول ختمتم بروح الموعد القدس في شواهة كتير أوي ومن ثم في هذه الأقوال هي كل الأقوال الكتابية اللي احنا قرناها هي من أجل أنه نفهم كويس جدا أنه كان ينبغي أن يسوع المسيح يتحد بالروح القدس كإعلان شهادة للآخرين لأنه هو جاء ليشهد لي وعندما نطق يحنى المعمدان لم يكن ينطق من فمه أو فكره لكن الروح القدس أرشد يحنى المعمدان أنه يقول وزح حمل الله الذي جاء لكي يرفع قطية العالم وأنا لست مستحلة أن أحل سيور حزائه وأنا مقدرش أعتمد أخليك أنت تعتمد تحت يدي أنا للمفروض أعتمد ليك ده أنا معموديتي معمودية ماء أنت معموديتك معمودية نار كل الحوار ده علشان يؤكد ويؤسس بداية عهد المسيح بداية عهد المسيح الذي جاء لكي يقيم البشر من ضعفهم ومن خطياتهم فيه آية مهمة جدا موجودة في عبرانيين واحد تمانية والآية دي بتثبت أن المسيح هو الله يقول إيه وأما عن الإبن هي موجودة أيضا في مزمور خمسة واربعين وعدد ست في عبرانيين واحد تمانية يقول ومزمور خمسة واربعين وهي منطقة يقول المرنم على فم كاتب رسالة الأبرانيين كرسيك يا الله إلى ظهر الدهور كرسيك يا الله إلى ظهر الدهور قضيب استقامة قضيب ملكك هذا العدد مهم جدا لأنه يثبت أن المسيح هو الله بوضوح ويوضح مكانته ويقارن فيه معلمنا الرسول بوليس بين مكانة المسيح ومكانة الملائكة ويرد على اليهود بقوة ويقول لهم كده هم مش فاهمين أن المسيح اللي جهده مش بس عشان يقيم لكم ملك أرضي لا كرسيك يا الله إلى ظهر الدهور أي شخصك المبارك الإله المتجسد يسوع المسيح إلى قضيب استقامة قضيب ملكك الحقيقة أنه هذه الآية من أكثر الآيات اللي بتترجم خطأ في بعض المزاهب المنحرفة وبعض الطواقف المسيحية اللي شكلها يعني عايزة أعلن عن الإيمان لكنها منحرفة تماما عن الإيمان المسيحي ولازم ندافع عن إيماننا المسيحة أمامهم بأنه نرد عليهم كرسيك يا الله إلى ظهر الدول بيحاولوا يغيروها يقول إيه إنه يعني هذا هو كرسي يا الله مش كرسيك يا الله وهنا الترجمة ديت بتفرق جمد جدا جدا وده اللي أنا عايز أقوله إنه زي مكتاب يأخذون الحق ويحرفونه عن موضعه يحرفون الكلام عن موضعه يقوله نفس الكلام نفس اللغة اللي احنا متكلم بيها لكن يحرفها عن موضعها عشان يخدني بعيد فالمسيح يسوع هو الله هو الله المتجسد المتأنس الذي نزل إلى عالمنا عشان كده كان فيه ضرورة إنه يتم في نهر الأردن حلول الروح القدس والإعلان السماوي يكون والمشهد السماوي يكون معلن للجميع ودي كانت بداية إرسلياته لأنه بعد بالزبط صعوده إلى جبل التجربة وبعد أربعين يوم نزل يسوع المسيح إلى نهر الأردن ليعتمد من يحن المعدان ولما عاد في تلك الأيام جاء يحن المعمدان كان بيكرز لأنه اقترب ملكوت الله وهي دي الحقيقة الملكوت الحقيقي هو بوجود يسوع على الأرض اقترب ملكوت الله لكن الملكوت الحقيقي هو بوجود يسوع وكان تأسيسه في نهر الأردن بحلول الروح القدس مثل حمامة والصوت السماوي الله الآب ويوجود الإله المتجسد يسوع المسيح الذي لبس جسدنا خدوا بالكم من الفكرة دي هو لم يكن من جسدنا هو مولود من العزراء لكنه لبس جسدنا فهو لبس الجسد بتاعنا لكي يكتاز هذا الطريق طريق الموت وينتصر على الموت في عقر داره في كل الجنس البشري لم يستطع أن ينتصر على الموت خدوا بالكم الموت هو المصير المحتوم للجنس البشر لكن أخطر موت هو الموت الروحي اللي هو فناء الروح اللي هو أن الروح الإنسانية ما يكونش لها خلود وإن كان لها خلود يبقى خلود حزين خلود إلى الأبد في ظلمة خارجية لكن الوجود الحقيقي هو مع الله خالقها الذي استطاع أن يأتي المسيح ليعيد مرة تانية هذه الصورة صورة المجد والاتحاد الإنسان بالله فصار هو باكورة يعني صار هو الإبن الأكبر صار هو بداية النسل السماوي الروحي الذي يريده الله أن يحققه في الإنسانية مرة تانية وما كانش فيه حد يقدر يعمل كده لما لاك يقدر يعمل كده ولا إنسان يقدر يعمل كده ولا حتى أي شيء مقدس آخر يقدر يعمل كده في الوجود كان في العهد القديم دم تيوس ودم عجول ويأتي يدهن الكاهن الهيكل ويدهن الزبيح ويدهن الشخص فيه دهن مسحة وكان بيحل بشكل رمزي عمل روح القدس على الزبيح فنفس اللي حصل بالزبط في نهر الأردن لما جيه يحن المعمدان قال هو زحمنا الله فكان لازم يبقى فيه دهن المسحة دهن المسحة الذي يأتي ليبدأ الملك السماوي مش الملك الأرضي خدوا بالكم من المعنى فكان ينبغي أن يأتي الروح القدس مثل حمامة والصوت السماوي الله الآب في هذا المشهد الذي أعده الله ليبدأ به إعلان إرسليته أي الخبر الصار إلى كل العالم فنقدر نرد فنقول مثلا ليه المسيح اتعمد ليه المسيح حل عليه الروح القدس وهو كان محتاج كده مش هو الله مش أنتوا بتقولوا أنه هو الله أيوة هو كان محتاج كده ليعلن ملكه ليعلن إرسليته بشكل مرئي بشكل مسموع بشكل معلن للجميع عشان كده يقول في ملء الزمان حل ابن الإنسان أي ده كان الوقت المعد من الله في المشهورات الإلهية بين الله الآب والله الإبن والله روح القدس الله الواحد كانت المشهورات الإلهية أنه يكون فيه وقت يعلن فيه بداية تأسيس ملكه السماوي على الأرض وعلى الإنسان وعلى الجنس البشري وعلى كل الخليقة بتاعته ويسترد المسلوب يسترد ما سلب ودمر ففي ملك يسوع المسيح وملكوت الله عشان كده يقول إيه لأنه قد اقترب ملكوت الله عشان كده حينئذ جاء يسوع من الجليل إلى الأردن إلى يحنى ليعتمد منه لأنه ده كانت بداية التأسيس أو بداية نقدر نقول الإشارة الأولى لبدء أي شيء في الدنيا احنا دايما بنقول فيه بإشارة أولى دي كانت الإشارة الأولى لبدء تأسيس ملكوته على الأرض نزول الروح القدس كحمامة كان في أيام الملوك ودي حتة مهمة أوي لازم نرجع لها فكرة دهن المسح المقدس كانت طريق إلى أنه يعمل كده هو مسحة الزيت لم يكن نزول الروح عليه ترقية له ما كانش يعني درجة ترقية أو إضافة لمجده لأنه لبس هذا الجسد لكن هذا الفعل حدث لأجل تقديسنا من جديد لأنه بديلاً عننا في كل شيء فكيف نستطيع أن نتكلم لغة الروح إلا أن يبدأ هو هذا الطريق ليعطي بداية الشرارة الأولى لإنطلاق عمل الروح القدس فيه الأرض والجنس البشر فهو كان لأجل تقديسنا ولأجل أن يبدأ هو المسحة الحقيقية مش المسحة الرمزية اللي كانت في العهد الأديم ولكي يرفع دينونة الإنسان إلى الآباء فحينما اختسل الرب يسوع هذه نقطة مهمة قوي رد بيها ورد بيها القديس أسانس الرسول في عصر الآباء في القديم ونحن الآن نستحضر هذه الكلمات وهذه الأفكار عشان نقدر نرد بيها وندفع عن إيماننا يقول إيه فحينما اختسل الرب يسوع كإنسان كنا نحن الذين نختسل فيه وبواسطته أقولها تاني دي وكررها لناها حتى مهمة حينما اختسل الرب يسوع كإنسان في نهر الأردن مع مودية الإختسال كنا نحن الذين نختسل فيه وبواسطته لأنه إحنا بنقول نحن في المسيح خاليقة جديدة ووزن كله قد صار جديدا الأشياء العتيقة قد مضت إزاي حصل اللبس الجديد ده لما نكون فيه وبيه وليه فهو كل الأشياء من هو به وله واخدين بالكم من التعبير ده ده تعبير مهم أول لذلك في الطريق إلى الحياة مع المسيح يبدأ بمفهومنا اللي هو مفهوم البدلية هو بديل عنه في كل شيء صار بديلا مفهوم البدلية مفهوم البدلية بمعنى أصح مفهوم الكفارة بمعنى أصح مفهوم النعمة كل المفاهيم اللي هو تها المعقدة اللي إحنا النهاردة عايزين نوصلها بشكل بسيط جدا جدا لكل المشاهدين عشان يقدروا يعرفوها وباللغة حقيقة أنت النهاردة لما بيبقى فيه موضوع الأخذ بالطور بيروح الشخص علشان يقول لهم أنه أنا بديل ياخد كفنه على إيده ويروح للأسرة التانية والأسرة التانية تجيب خروف أو تجيب يعني كائن يتبحوه ودمه يحطوه على الكفن بديل عن هذا الشخص فهي دي فكرة البدلية فكرة البديل فكرة أن فيه شخص ينوب عن موتي وبدل ما السيف يقع على رقابتي يقع عليه هو وده اللي حصل عند الصليب عشان كده في نهر الأردن كان بديلا عنه فعندما مسح بزيت الإبتهاج عندما مسح بالروح القدس وصارت المسحة حقيقية على حياته كنا فيه وبدأت شرارة الانطلاق لعصر أرواح القدس عشان كده قال للتلميذ حينما أصعد إلى السماء لن أترككم يا تاما هأرسل لكم روح الحق البارق ليت المعزي الروح القدس فامكوسوا في أرشاليم حتى تمكس عليكم قوة من الأعالي فتستطيعوا أن تخرجوا إلى الآخرين تخبروهم بكم صنع الرب بكم ورحمكم من دينونة القطية إلى الأبد فالمسيح كان يؤسس ملكا أبديا وليس ملكا أرضيا كان يؤسس ملكا يغير الكون بحاله مش مجرد أفكار وتعليم أخلاقية تغير فيك ودها الموضوع لا أبدا لكن ده كانت البداية الحقيقة عشان كده بنشوف القديس أساناسيوس وهو بيرد هذا الرد على الأريوسيين الطريق كان واضح جدا كان هدفه أن يقول لهم أنه لا يمكن أن يوجد طريق الامتلاء بالروح القدس إلا إذا تسلط يسوع المسيح على حياتكم ما ينفعش تمتلي من الروح القدس وإنت مش مملك حياتك عن المسيح عشان كده قبل أن تقبل عطية الروح القدس ينبغي أن تكون تلميذ للمسيح لما تبقى تلميذ وتابع وقلبك معاه يقدر عمل الروح القدس يقودك في اللحظة دي بالضبط بالضبط زي العربية والبنزين فإنت في عربية لكن العربية مش ممكن تتحرك بدون البنزين فعمل القوة النارية الروحية الروح القدس الناري هو الطاقة الحقيقية التي تحرك ملك يسوع على حياتك الله أعاد تشكيلك أعاد صناعتك مرة أخرى في يسوع المسيح لكن علشان تمشي ينبغي أن يحل عليك الروح القدس وده اللي عمله الرب يسوع جهل أرضنا لبس جسدنا أعلن ملك الروح القدس على إرساليته لكي يبشر المساكين فتبدأت إرساليته قبل أن يصنع أي شيء بمعمودية نهر الأردن عشان كده حلول الروح القدس في نهر الأردن كان أهمية كبيرة جدا 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 وده النهاردة اللي احنا عايزين نوضحه للمشاهدين وقبل ما ننهي حلقتنا أحبائي حب النهاردة أركز معاكم في فكرة رئيسية هي أنه حلول الروح القدس على حياتك هو الحل شان كده النهاردة عايز أصلي معاك من أجل أن تقبل عطية الروح القدس أمين؟ وأنا بصلي معاك اعرف كويس جدا أن يسوع أسس هذا الأمر في نهر الأردن وأنت ما عليك إلا أن تقبل هذا السر العظيم الله تجسد وأعلن ذاته إلينا في شخص المسيح عشان كده عظيم هو السر التقوى الله ظهر في الجسد والروح القدس مثل حمامها ظهر في نهر الأردن على يسوع المسيح فالجميع رأوا هذا الفعل فنحن اليوم نقدر نهاردة نقبل عطية الروح القدس بس إن ما كانتش حياتك ملكي لي مش هتقدر تقبل حياة الروح القدس عشان كده تعالى سلم قلبك لي وإقبل عطية الروح القدس لتعيش في رحلة جديدة متجددة كل يوم أمين؟ تعالوا إنهي حلقاتنا بالصلاة دي لو دي رغبة قلبك تعالى صلي معايا الصلاة أبويا السماوي أنا بصلي النهاردة إنك تملى قلبي بروحك القدس وزي ما أنت دخلت في نهر الأردن بإرادتك واعتمت وتم تخطيصك في ماء نهر الأردن لأجل أن تعلن موتك علشان تصعد من مياه نهر الأردن وتعلن قيمتك فأنا آتي اليوم يا رب أعلن موتي في موتك وأعلن قيمتي في قيمتك وأقبل عطية الروح القدس منك آمين شكركم أحباء المشاهدين لمتابعتكم لحلقة النهاردة عن لماذا حل الروح القدس على المسيح في نهر الأردن وانتظرونا بنعمة الرب في حلقات قادمة بمشيئة الرب عن موضوعات وتساؤلات عن أن عصر الأباء مازال يتكلم أراكم في حلقة قادمة بمشيئة الرب سلام المسيح معكم